أساس نائي لأنه أمر بالنسبة لنا مهم مهم للمئة مليون أكيد بعد شوية هتكلم على التفاصيل لأنه هاردة إحنا موجودين على الهواء مباشرة يوم الخميس اللي هو يوم الأجازة عندنا حدث هيكون بعد قليل إن شاء الله من مطار القاهرة يهم كل الناس وقبل ما أتكلم في تفاصيل لأنه التفاصيل في وقتها عندنا زي ما بنتكلم دايما الرئيس الذي يعمل لصالح هذا الشعب الأولوية دائما تكون للمواطن كل إجراءات الدولة بتاخدها هدفها المواطن صحة المواطن أمان المواطن سلامت المواطن أكله شربه وتسهيلات خاصة بالمواطن كل اللي بيتعمل عشان المواطن ما فيش أولوية في مصر قبل المواطن كانت وهتفضل واللي هتشوفوه بعد شوية هتعرفوا البلد ما بتكلمش كتير لكن وقت ما بتقولش إيه هتقول إيه عملنا إيه مش لسه لا إحنا النهاردة عملنا كذا حققنا كذا أجيبنا يعني حاجات كثيرة هتكون بعد شوية إن شاء الله وزي نقول لحضراتكو لأنه في الآخر هي دي مصر وقيادة مصر وكل واحد بيشتغل في هذه المنظومة اللي حطت قدامه قدام عنيه الميت مليون كنا بنبصه بنشوف حوالينا هو الدول الدول بتعمله طب احنا مصر قالت كلامه واضح فترة اللي فاتت ودخل معانا من يومين دكتور حسام حسني رئيس الجنال العلمية لمكافحة كورونا كنت بسأله سؤالا مباشرا عن لقاح احنا نروح فين